صباح الخير حضرات السيدات والسادة أعتقد بأنه يجب أيضاً أن أقول طابط أوقاتكم للذين يتواجدون في بلدان أخرى عبر الإنترنت يسهدني أن أرى مشاركة العديد في هذه الجلسة نحن سنبدأ بعض لحظات معدودة فنحن بانتظار متحدث وهو في طريقه إلينا ولكن أندريات أعتقد بأنه يمكن أن نبدأ على ربما يمكن أن نبدأ أنا اسمي خرخي كانسيو أنا أعمل للحكومة السويسية ويسعدني أن أكون المشاركة في تيسير هذه الجلسة مع ريتا إستيهوسن نرحب بكم في هذه الجلسة المتعلقة بالاتفاق الرقمي العالمي والذي تم تنظيمه في إطار المنتدى إذن سنتحدث عن الاتفاق الرقمي العالمي نحن لدينا جلسة فيها مشاركين من أصحاب المصلحة المتعددين لدينا هنا مشارك هو في طريقه إلينا بول أعتقد بأنني أؤثر احترام الوقت على طريقة السويسرية لدينا بليريا بيتانكور وهي من مؤسسة الاتصالات المتقدمة من المجتمع المدني راول إنتي داتريا وهو من القطاع الخاص ومن الجرولاك منطقة الأمريكا اللاتينية لدينا كونستانس دلوس وهو فاليريا وأنها ستشارك معنا من منطقة أو من معهد مشروع الحرية وأيضا لدينا معالي السفير بيتانج ديمو وهو سفير بلجيكا سفير كينيا في بلجيكا عفوا وأيضا يسعدنا أن يكون معنا أمانديب سينج جيل وهو وكيل الأمينة العام ومبعوث التكنولوجيا للأمينة العام من قبل الأمينة العام وهو من الهند وبهذا أعتقد بأن هذه الجلسة نأمل بأن تكون تفعلي قدر المستطاع نحن قمنا بتقسيمها إلى ثلاثة أقسم لدينا قسم متعلق بعملية هذا الاتفاق الرقمي العالمي لأننا نحن في خضم هذه العملية وأنها طريقة ستسمح لنا بالتوصل إلى النوادج والمخرجات هذا الاتفاق بعد ذلك ننتقل إلى محتوى الاتفاق الرقمي العالمي ولهذا كوثيقة مهمة جدا وننتهي بتطلع إلى الأمام وما سيلي الاتفاق الرقمي العالمي مع الاستعراضة له سيكون لدينا مدخلات لمدة دقيقتين لكل من المشاركين في هذه الجلسة سنعطي الكلمة للمتحدثين في كل من الأجزاء الثلاثة لهذه الجلسة وأعيد الكلمة إلى الميسرة المشاركة شكرا برأيي أن الاتفاق الرقمي العالمي ليس بشيء جديد بالنسبة إلينا ولقد دار نقاش طويل حوله وكان هناك حديث أيضا عن تأثيره بالنسبة لمنتدى حكمة الإنترنت وإلى طريقه المستقبلية برأيي أنه يجب أن نحتفي بشيء ما ألا وهو بأنه جمع وعبأ كل الإمكانيات وقد فتح إمكانية المشاركة والأسيما من قبل مجتمع حوكمة الإنترنت وهكذا فإنه ذكرنا بعمليات أخرى في العالم والتي لها علاقة بمسائل أوسع لها علاقة بالمسائل التي نحن نعكف على تدارسها كما أنه جمعنا بشكل سمح لنا بأن نعرف أن نصب اهتماما على مسائل لم نكن نعيها في الماضي هذا ما يحتاجه مجتمعنا حتى نتمكن من التفكر في هذه العملية في المشاركة فيها أنا أتطلع للمشاركة في هذه الجلسة حيث أننا سنلقي الدوء على الطريقة التي يمكن لهذه العملية أن تعزز العمل الذي قمنا به في هذا المجال وأن يوسعه في الوقت نفسه أنا سأبدأ هنا إذن تحدثنا عن العملية بول هل يمكن أن تفتتح الحديث عن الموضوع ونبدأ بك شكراً آريات أنا أود أن أعتذر لكم بسبب تأخري أن إذ تتوجه الدول نحو مفاوضات الخاصة بالاتفاق الرقمي العالمي يجب أن لا نأخذ الإنترنت على أنها أمر مسلم به وهكذا فإن كل شيء يتعلق بالإنترنت هو ينقسم إلى الطبقات إلى طبقات وأن الإنترنت يعتمد عليها بكل شيء وقد اعتبرت بأنها شيء مسلم به وبغض النظر عن العمليات التي يطرح الاتفاق الرقمي العالمي وأصحاب المصلحة الذين لهم علاقة به فإنه يمكن للإنترنت أن تستمر بالتطور بفضل التعاون فيما بين أصحاب المصلحة وإلا فإن هناك سمات معينة للإنترنت مما لا شك فيه ستصبح مجزة عبر الزمأزبناع أو في المستقبل إن الحوكمة القائمة على نهج تعدد أصحاب المصلحة المتعددين لم تنشئها الوسس كمة الوسس عام 2005 بل هو أمر تطور في إطاري الحديث عن حوكمة الإنترنت هذا ما أردت أن أقوله فإن التعاون بين أصحاب المصلحة هو أهم شيء ولسيما في السنوات الماضية حيث أنه خضع للتحليل المشهرية وهكذا فإن ليس هناك من عمل من قبل المنظمات والأجهزة الذي يعتبر مجانيا بل أن هناك دائما ثمن لذلك ويمكن أن يكون هشا أيضا ولذلك فإنه يجب أن نعترف بهذا العمل وأن نشاجعه وأمل بأن هذا سيكون هدف الاتفاق الرقمي العالمي من بين الأهداف التي حددها لنفسه شكراً كيتانجا شكراً على أعطاء الكلمة برأي أن هذا الحديث أتى في أوانه الكل يجمع بأن الإنترنت ضرورية في حياتنا بعد أن اجتزنا جائحات كوفيد 19 فنحن تعلمنا أمثلات كبيرة فنحن عرفنا كيف أن المؤسسات الصغرى أصبحت على المحاك المنصات تم استخدامها كفضاء عملاً وأعتقد بأن الاتفاق الرقمي العالمي أتى في وقته حتى يعطي طريقة أو توجيهات للحكومات نرى بأن العديد من الأشخاص أقبلوا على التكنولوجيات الجديدة وأمل بأنه سنتمكن مناقشة الأمر فيما بين أصحاب المصلحة المتعددين حتى نتمكن من توفير أفضل تجربة ممكنة في المجال التكنولوجي وعلينا أن نجد أيضاً أن نضع معايير على السعيد الدولي أعتقد بأنه يجب أن نتحاور مع الشبان وكذلك مع مجتمع الرقمي بشكل يسمح لنا بإطلاق العناني لحوار يغطي التطورات مع حدوثها وشكراً شكراً بتانجي روم شكراً جزيلاً قبل كل شيء يجب أن نعترف بأن الاتفاق الرقمي العالمي حضى مكانة مهمة في خطة الأمين العام وهذا أمر يجب أن يسعدنا فأن المسائل التي نتناقشها اليوم تعتبر من الأولويات في هذه الخطة الدولية وكان هناك اتجاهاً متناصقاً فيما يتعلق بالتعاون الرقمي كلها مسائل إيجابية إذا ما نظرنا في عملية الاتفاق الرقمي العالمي فبرأيي أنه يمكن أن كان بالإمكان أن نساهم بشكل أفضل نظراً لمدى تعقد التوصل إلى عملية شمولية فنرى بأن العالم شاسع ولذلك فإن التعددية تشمل عديد من أصحاب المصلحة نحن بحاجة إلى مناقشة مسائل يشارك فيها الجميع من الأطراف كان بإمكاننا لو رجعنا إلى الوراء أن ننظم المشاورات بمشاركة من جانب عدد أكبر من الأشخاص أنا خلفية هي القطاع الخاص فهناك العديد من المؤسسات التي لا علم لها بما يحصل كنت في مونتي فيديو بأيروكواي منذ عدة أسابيع لاجتماعاً للأعضاء البرلمان البعض تحدث عن الاتفاق الرقمي العالمي ولكنني أدركت بأن معظم المشاركين لم يكونوا على علماً بهذا الاتفاق وبعمليته إذا ما رجعت إلى الوراء يخارجني شعور بأنه كان بإمكاننا أن نضمن مشاركة أكبر أيضاً فيما يتعلق بالقطاع الخاص أعتقد بأن القطاع الخاص يتألف من أصحاب مصلحة متعددين ومتنوعين من حيث الطبيعة وأيضاً من حيث الحجم ولذلك فقد يكون من الصعب أن نشمل الجميع ولكن كان بإمكاننا أن نشمل عدداً أكبر منهم شكراً فاليريا أنا أود أن تهز هذه الفرصة كي أتحدث عن بعض المسائل التي تهم المجتمعات المدنية والتي تعتبرها مهمة جداً في هذه العملية أن تطلعات الاتفاق الرقمي العالمي هي فرصة من أجل تعزيز نهج تعدد أصحاب المصلحة التطلعات كانت أيضاً تتضمن توسيع الأهداف والمبادئ التي اعترفت بها قمة وسس ولسيما فيما يتعلق بأصحاب المصلحة المتعددين والذين يجب أن يكونوا محددين وأيضاً وضع توزيعاً لعملية الحوكمة أعتقد أيضاً بأنه لم يكن هناك تقديماً للمعلومات في أوانها مع مشاركة الأصحاب الشأن وبرأيي بأن المدخلات أيضاً كان من المفترض أن تتأتى من كافة المناقشات الإقليمية ونحن سنحتاج إلى المعديد من المناقشات الأخرى للتعمق في هذه العملية أيضاً الأثر الاقتصادية والاجتماعية للجائحة أدت إلى تفاوت وضغن فيما يتعلق بين المسابات بين المجتمعات وأعطنا أن الاتفاق الرقمي العالم للمفترض أن يدعى الصلاة فيما بين العمليات وذلك في ظل خلفية متغيرة وأيضاً فيما يتعلق بسياسات التي تتوسع مع الانتقال من غير الرقمي إلى الرقمي ليس هناك من مستقبل رقمي متساوى للجميع فنحن إذا ما أقصينا أصوات المعظم الذين تأثروا في الرقمنا فعندما نتحدث في هذا الأمر فإنه من الضروري أن نغير الوضع الراهن إن الاتفاق الرقمي العالمي قد كرر نموزج الذي كان قد وضعته قمة الويسس ولسيما الطبيعة العلاقة فيما بين الحكامات وأيضاً من خلال مشاركة أصحاب المصلحة في عملية الإعداد والمفاوضات يجب أن يكون ذلك هو القاعدة وليس الاستثناء شكراً أنت دائماً الشخص الذي توجه إليه عندما تصبح الأمور حساسة أعتقد بأن فاليريا قد مهدت لي الطريق بشكل رائع دائماً أتحدث عن التحديات غير الرقمية لن أعتقد بأن الاتفاق الرقمي العالمي هو استثناء بل أنه جزء من المسارات في هذا المجال فيما لدينا مشكلة أزمة الدين أيضاً إصلاح المنظومة المالية الحاجة لإحراز التقدم فيما تعلق بأهداف التنمية المستدامة أيضاً بناء المسار من أجل السلام ومن المفترض الاتفاق الرقمي العالمي أن يكون جزءاً من هذه الصورة الشاملة وهذا يجب أن يكون وحيث وعندما نتحدث عن الخطة المشتركة وتقرير بهذا الشأن فأنه من المفترض أن يكون من الأمور التي ستسمح بتوحيد المواقف بشأنها هذا أولاً نحن وصلنا إلى المرحلة الأولى من هذه العملية وكانت هذه مرحلة المشاورات ونظراً لضيق الوقت وأيضاً الموارد المحدودة نعتقد بأن الفريق قد أبل بشكل ممتاز حيث أنه كان لدينا سبعة ألاف كيان شاركت في هذه العملية البعض منها مشاورات في نيويورك وإنما هناك مشاورات في جناف وفي غيرها من المساء المثلة المشاورات في أمريكا اللاتينية وفي أفريقا وفي آسيا وهذا يستمر ففي وقت لاحق من هذا الأسبوع سيتعقد مشاورات في كوريا في السوء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحن سنتابع هذه العملية المنفتحة وأيضاً للتفكر بما حصل حتى الآن إذن بطرق متعددة وكما سمعنا في بيان الأمين العام وأيضاً في موجز الذي أعد فبشأن الاتفاق الرقمي العالمي يجب أن نفتح هذا النموذج حتى نتمكن من فتح المجال أمام أمور جديدة عندما نفكر بالفريق العالي المستوى بشأن التعاون الرقمي إنه برنامج يعتمد على المعلومات إذا لم نتمكن من رفع مستوى المنظومة فإن التحديات تتفاقم وتتكرر لا بل تتوسع فلهذا فنحن بحاجة إلى دينامية وأيضاً للاستجابة الاستباقية هذا ما تحدث عنه الأمين العام ولسيما فيما يتعلق بالمعلومات المبرمجة عندما نحاول تطوير الأمور فنحن نفكر بأن هناك بعض المقاومة وهنا نرى بأنه قد يكون هناك بعض التساؤلات ما الذي يحصل إلى أين نحن متوجهين ولكن أعتقد بأنه يجب أن نرافق هذه العملية يجب المشاركة بشكل مكسف الأديس أبابا ساعدت في عمليات المناقشة ونحن في منتدى حوكمة الإنترنت أيضاً سنعطي رأينا ويسعدنا بأن هناك مشاركة من قبل سافيري رواندا شكراً على احترام الوقت كونستانس بوملاردولوس ليس معنا الآن ولكن خرخة ربما أنت يمكن أن تتابع وتطلب من الجمهور الإدلاء بأرائي كما قلت في السابق نحن سنحاول على إطفاء طابع التفاعلي قدر المستطاع في هذه الجلسة ويسعدنا ويشرفنا أن يكون لدينا مداخلة من السيدة أغنس وانا أعتذر إذا لم ألفظ اسمها بشكل جيد وهي نائبة وزير المواصلات والمعلومات من لثوانيا تفضلي شكراً أنا أصغيت بانتباه كبير لكل المداخلات أعتقد بأننا جميعاً لدينا الهدف نفسه وبنسبة لمستقبل الإنترنت وأنا أود أن أعقب على ما حصل في الأصحاب المصلحة من أوروبا والذين قاموا بمشاركة في الأمين العام في عمليات التعاون الرقمي نحن وصلنا إلى المراحل الأخيرة فيما يتعلق بالمفاوضات للإتفاق الرقمي العالمي ونحن نسهم في عمليات الانفتاح أعتقد أن الجميع قد وافقوا على هذا النهج وبعد قمة المستقبل في العام المقبل المنتدى حكمة الإنترنت يجب أن يكون له مشاركة مهمة حتى نتوصل إلى إنترنت إلى مستقبل رقمي منفتح وآمن وبنتناول الجميع ونحن يسرنا أن نشارك في هذا النقاش في اليابان ونحن سنتطلع إلى مدخلات من قبل القناة الأوروبية وأنا أود أن أدعوكم للمشاركة في اليوروديغ والتي ستعقد في يونيو حزيران في ليثوانيا هذه هي الخطوة الأولى نحن نسمع نحن على متحمسين لكي نعرف ما الذي سيحصل وأن المفاوضات في السنة المقبلة نأمل بأنها ستكون مثمرة حتى نتوصل إلى مستقبل إنترنت نصبه جميعا إلى تحقيقه شكرا جزيلا على هذه الأفكار وشكرا على احترامك للوقت لدينا أربعة مايكروفونات في القاعة ووفقا للتقليد الذي تبعناه في منتدى حوكمة الإنترنت يمكن أن تقفوا في الصف فنعطي كل متحدث دقيقتين أرجو أن تدلوا بأرأيكم أن تعرفوا عن أنفسكم اسمي عبد الرحمن وأنا من بنغلاديش نحن شاركنا في عملية الاتفاق الرقمي العالمي منذ البداية وقد شاركنا في ديب دايف أو التعمق وذلك بقيادة الأمم المتحدة يؤنتك وشكرا على ذلك إن المراحل التحضيرية للاتفاق الرقمي العالمي يمكن أن هناك مشاركة للمجتمع المدني نحن نتمنكم أن تعطوا مساحة للمجتمع المدني وذلك من بلدان متعددة شكرا أعتقد بأن هذه المداخلة لديها طبيعة مباشرة أرى بأن لدينا طالب آخر للكم شكرا جوردون كاتر أنا أتحدث بصفتي الشخصية وأنا من جوردون سنتر وأنا قد سمعت إلى كل ما قيل عن هذه العمليات برأيي بأن نهجة عدد الأصحاب المصلحة لديها عدة منافع ولكن يجب أن لا تنحصر في مداخلات على صعيد المشاورات فيمكن أيضا أن تشارك في عمليات المفاوضات أيضا وليس فقط من خلال المشاورات وإنما من خلال مشاركة فعالة نحن نعرف بأن منظومة المتعددة الأطراف فهي أمر مهم ونرى بأنه يمكن أن نطلب من أصحاب المصلحة ليس فقط أن يدلوا بأرائهم بل أن يشاركوا في عملية اتخاذ القرارات وأعتقد وهذا لن يعتبر بشيء مبتكر فإنه تم اتباع هذا النهج خلال مشاورات الوسس وغيرها من المجال لأن الوسس يلكم العالمي ومجتمع المعلومات إذن فإنه يجب أخذ بعين الاعتبار هذا النهج المبتكر حيث أنكم لا تأخذون فقط بما نقوله بل أن تضمنوا مشاركتنا الفعلية في عام العملية شكراً إذن نعرف بأنك تحدثت بصفتك الشخصية أشجعكم على تناول كلمة استخدام المايكروفون هل هناك آية مداخلات عبر الإنترنت عن رياد تحاول قيام بعدة أمور في وقت واحد هناك دعم كامل لما قاله جوردون كاتن وأنا أود أن أضيف شيئاً هل نحن نقلل من أهمية التعقد بدى تعقد الأشكال المختلفة للحوكم كل شكل منها لديه صفاته الجيدة نحن بحاجة إلى مشاركة أصحاب المصلحة بشكل تصبح كل هذه المشاركات متكاملة نحن وفي الوقت النفسي نتوجه نحو النهج المبتكر الذي سمعنا عنه هناك مشاركة عبر الإنترنت نانا دورك أمازن هانا هل يمكن أعطاها الكلمة نانا تفضلي نانا يمكنك أن تكتب سؤالك كتابة حتى نستطيع قراءته نستطيع سماع صوتك مرحبا بسرعة ونحن نقترب من المفاوضات المفاوضات يبدو أنها ستكون حكومية محضة نحن نتمنى أن نشترك فيها أكثر من ذلك لكن ينبغي أن يتم إخبارنا أو أحطتنا علما بشكل دوري بمدى تقدم الفاوضات أقول ذلك لأنني أشارك في اجتماع كيوتو على الخط عن بعد نعلم أن المفاوضات قد تحدث في نيويورك ولذلك من الهم أن لا ننسى أن الجزء الأكبر من المشتركين ليسوا في نيويورك ولذلك ينبغي إشارك الجميع بشكل أو بآخر إذن ما أغطره عليكم أولئي تم تحيين متكرر لمنخص ما يجري من فاوضات في نيويورك مع مبعوث التقنية الأمم المتحدة شكرا شكرا لك يمكننا أن نستمر وشكرا لمن تدخل خرخي هناك سؤال قصير وصل من طرفي أليكساندر ما هي تغييرات التي يمكن أن نراها مع تقدم هذه العملية سؤال وجه بالفعل هل من يجيب على هذا السؤال رؤول هل عندك مداخلة أو رد على هذا السؤال الجواب الأقصر هو أنه أن الأمر رهين بطبيعة أو بنوع المشاركة ومستوى المشاركة كثير من الحكومات تعمل جاهدة في تنفيذ وتنسيق المشاورات ما قالته فيونا ما قالته نانا بسألها هاما جدا ستكون هناك فرص للمشاركة بالنسبة للأصحاب الشأن غير الحكوميين ستكون لهم فرص للمشاركة مثل ما قمنا به في 2005 وأعتقد أن المشاركة سيكون أفضل مما قمنا به في القيمة العالمية لمجتمع المعلومات أعتقد أنه سأنه حسن مستوى المشاركة شكرا هل من إضافة كثير من التعليقات الجيدة وأحببتم عندما سمعت أنه هناك توقعات لبناء على الابتكارات الجديدة لا وهي إشراك أكبر عدد من أصحاب الشأن ألا يكون هناك فقط إشراك بل يكون هناك اتزام حقيقي من طرفه نحن لا نملك الجواب الأمثل ولكن هناك أشياء جديدة مثل المفاوضات بشأن معاهدة مكافحة الجريمة السبرانية المفاوضات الخاصة بالقطاع الكيماوي حتى في بنمج الأمم المتحدة للبيئة فوضات أخرى ذات طبع حساسة جدا بالنسبة مثلا ل النظم السلاحية المستقلة المميتة نعتقد أن مثل هذه المبادرات كانت اجتمالية قدر الإمكان ونرجو أن يتم أو أن يعطى نفسه النسق لمفاوضات للتخصون هنا في مجال الدكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المقترحة التي سمعنا ما أحث عليه هو أن يتم تعاون مع الدولة التي تعيشون فيها أن تتصلوا بالوفد القطري المشارك مفاوضات وبالتالي رفع صوتكم في جناب وفي نيويورك لا أعتقد أن هناك حلا آخر سوى هذا التواصل والالتزام شكرا هذا يسهل علينا تعريش للجزء الثاني من حديثنا وكما قلت نحن في واسط هذه العملية في منتصفها لقد طلعنا على الإيجاز السياسي وطلعنا أيضا على الصغر الملخصة الوثقة والمقترحات المختلفة الأتية من الميسرين المشاركين وبالفعل وصف الحالة هذا وصف مؤقت فما رأيكم أنتم ما الذي ينبغي أن يوفر في الجي دي سي وما هي الأمور الناقسة فيه أن هناك ابتكارات يمكن إضافتها حول هذا الإطار العالمي بالتعاون الرقمي أمن ذيب هل يمكن أن تبدأ بالرد بالفعل أعتقد أن القضايا المتصلة بالعالم الرقمي قضايا عديدة لا تعد ولا تحصى ولكن هناك ثمن قضايا أساسية لتنظيم النقاش وكلها استخلصت من التعليقات والمدخلات الآتي من أصحاب الشأن هناك الاقتصاد الرقمي وهناك بالطبع الذكاء الاصطناعي الذي يحتلو مكانة هامة في النقاش أعتقد أن فريق المفاوضات والميسرين المشاركين سيكون لهم وقت من أجل معرفة طريقة تنظيم المرحلة القادمة والمفاوضات لا أعتقد أن الإعداد للعهد الرقمي العالمي فيه نواقس في الوقت الراهن فإيجاز الأمين العام وعدة من طرفهم من أجل هيكلة الرؤية وفيه ثلاث محاور رأب لهو الرقمية تسريع تقدم في تنفيذ هدف الأنمي المسادمة وثانيا مكافحة الضرر على الإنترنت وحماية ونهوض الحقوقي الإنسان ثم الثقة الرقمية والأمن ومسألة بطبع الإدارة والحكمة وهناك مجالة العمل الأرواع الأخرى والتي تنقسم إلى مبادئ وأهداف وامثل عن طريقة تصريف تلك الأهداف عندنا مجموعة من الببادئ في المجال الرقمي والتي تصرف إلى أطر عمل والألتزامات والأساليب والألتزامات كما قلنا وهي التي ستكون في آخر المطاف القيمة التي ستكون في العهد الرقمي العالمي شكرا لك أمانديب واليريا أتعاون الرقمي وصل إلى ملتقى الطرق إن مزايا ومكاسب الموصولية مع الأسف ليست متساوية بين الناس فهناك إقصاء رقمي لطيف كبير من الناس إذن هناك ظلم اقتصادي ولمساوات في الوقت الراهن فيما يتعلق بالعالم الرقمي والعهد الرقمي العالمي من شأنه أن يساهم في رأب هذه الفجوات ونحتاج إلى التزام حقيقي من أجل جاني مزايا الرقمنا بالنسبة لجميع الدول وجميع الناس وثانياً نريد إدارة المعارض الرقمي بشكل شفاف واجتمالي ومسؤول وحماية المستخدمين على الإنترنت نحتاج إلى تغيير للنسق الفكري عندما نتحدث على وجوب رأبة المساواة والفجوة الرقمية فالمساواة في العالم الرقمي صارت واجباً أكثر من أي وقت مضى خاصة وحن نرى تقربة في تكنولوجيات الأمر لا يتعلق فقط بالوصول للإنترنت بل يتعلق بمسألة معاقدة وهي جودة الوصول مقبولية الثمن والمساواة في المشاركة بين الدول في هذا الهيكل وينبغي بالطبع أن يملك الناس في كل مكان المهارات الكافية من أجل جني الفرص المتوفرة من هذا من هذه المفارقة من الهام إذن أن توفر أيضاً الموارد المالية والتكنولوجية لاستخدام الإنترنت التكنولوجيات الرقمية لقيام بمعاملات مالية والتجارية من أجل الازدهار الدول القوية تستخدم اتفاقات تجارة الحرة من أجل الامتياز بحقوق رقمية ولكن في دول الجنوب بشكل خاص الأمور لا زالت ناقصة في هذا المجال ولا يستفيد الناس من مزايا التحرر الاقتصادي والعولم الاعتمادية هذه على البناء التهتي هي في الواقع عبارة عن استعمارية جديدة أعتقد أن ويسس 2005 لم يكمل مبتغاه وينبغي أن يتطرق العهد الرقمي العالمي لكل ما لم يحقيقه الويسس 2005 مسألة الاستقلال مسألة الشروط التكنولوجية والمالية والاستقلالية في النفاذ للفضاء الرقمي وكيفية المشاركة في تكوين هذا الانترنت وينبغي أيضا أن يكون النهج قائم على حقوق الإنسان من أجل التصدي للسياسات العالمية لمنع الظلم ولا مساوات وأفضل اختبار لذلك هو عندما نرى إن كان هناك قيمة اجتماعية وحرية إنسانية تخرج من هذا الفضاء الرقمي الجديد الذي نبتغيه شكرا شكرا لك رون شكرا لك أخو رخي الوثيقة أو الورقة هذه تلخص وتجمع بشكل جيد النقاط المختلفة التي ينبغي أن تتواجد في العهد الرقمي العالمي جي دي سي هناك أوجه تشابه بين هذه الأمور والأمور التي تهم أساسا جدوى العمل منتدى إدارة الانترنت وهذا المنتدى وهذا شيء ما فرغه منه هو المنتدى الأنسب من نقشة هذه الأمور إذن ما أنتظره من العهد الرقمي العالمي جي دي سي هو أن يكون المكان الذي نرى فيه بشكل أبرز رؤية التكنولوجية الجديدة فتطور التكنولوجيا لن يتوقف نبغي أن نأخذها بشكل إيجابي الرسالة التي ننتظرها هي رسالة أمل نريد أن نتفق بشأن تسريع الابتكار في كل بلد وفي كل أنحاء العالم وأن نعمل جاهدين من أجل تحقيق هذه التكنولوجيات وأن يستفيد منها بشكل متساوين الجميع لتنمية الجميع لا ينبغي أن يكون النهج نهج تقنيني محض أو إفراط في التقنين أعتقد أن رسالة رئيس وزراء اليابان البارحة كان ملهما قال إنه لا ينبغي أن تجاهل المشاكل التي أمامنا لكننا يمكننا أن نستفيد بشكل أقصى من مزايا التكنولوجيات وفي نفس الوقت تقليص المخاطر أو شيء من هذا القبيل هذه رسالة ملهمة وأعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي ينبغي أن نعطيه للعهد الرقمي العالمي نحن لن نستطيع أن نوقف الثورة التكنولوجية والرقمية ولكن ينبغي مهما كان الحال أن نعطيه حق النفاذ والاستفادة للجميع في كل أنحاء العالم بالفعل المشكلة هي إيجاد نقطة التوازن بتنج ما رأيك في هذا لشرح موقفي سأضرب عليكم مثالين ف2007 بعض وأحد المشغلين كان تقدم بطلب بطلب الحصول على الرخصة لاستخدام عملة رقمية وبالطبع كان ذلك مجازفة مجازفة الآن بعدما عرفناه في هذا المجال لو استطعنا أن نعود إلى الموراء فهذا يؤكد أن الابتكار يسبق دائما القوانين وتنظيمات وما نجده في الذكاء الاصطناعي هو خير الدليل على ذلك الآن بعضنا ترارع بفلسفة أفلاطون أي أن الأطفال عليهم أن يتذكروا كل شيء ولكن عندما يكبر المرأة يعي أن ما حفظه من نظريات قد يكون غير مرائم الوقت الراهن إن استطعنا أن نضمن اتفاق عالمي لأهل الابتكار فلسيما في مجال التعليم يمكننا أن نختم العالم أكثر بكثير مقارنة بما ندعيه بأن الذكاء الاصطناعي يحمل كثيرا من السلبيات على العنصر البشري هذا رأيي أنا شخصيا شكرا جزيلا بالفعل إن تعليم هو من الأسس الأولى التي نبغي أن يبنى عليها العالم الرقمي بول أنا أعتقد أن العهد الرقمي العالمي ينبغي أن يبني على ما أحرزنا عليه حتى الآن وأحد أهداف هذا العهد هو إنترنت اجتمالي مفتوح ومؤمن ولكن لازال هناك 30% من الناس غير مرتبطين بالإنترنت أو 33% أو الـ 70% أو الـ 66% المرتبطين بالإنترنت ربما ارتباطهم بالإنترنت غير ضي مغزى ولم يجنوا كل مزاياه بشكل كامل وناجع النمو الذي لخضناه في العشرين سنة المنصرمة وما تكبدناه من مجهودات من أجل الحصول على مستوى الوصول هذا تطلب كثيراً من الجهد حيث بناء المقدورات والبناء التحتية والتأمين وضمان سلامة الانترنت الانترنت تتغير وينمو وتحديات جديدة تبزغ هنا وهناك بشكل متواصل والابتكارات متكاثرة في كل الانترنت حتى هنا ذلك أعتقد ونحن نحتاج إلى نمو الانترنت علينا أن نبني على تلك الابتكارات الموجودة حالياً والامتناع عن إعادة ترتيب اللبنات المكونة لانترنت فقط علينا أن نحترم العمل التي حقيقت حتى الآن ولكن في نفس الوقت علينا أن نشعر ب استعجال واجبات تأطير هذا العمل وأن لا ننسى أيضاً أن هناك قضايا غير رقمية مثل ما قالته فاليريا التي يمكن أن يكون تأثير والتي يمكن أن يبنى عليها شكراً شكراً لك عندك تعليق ولو وصلنا إلى 100% من التغطية عالمياً ولكن سبقا هناك نسبة مقاوية لا يستهن بها في الانترنت التي نستطيع الوصول إلى الانترنت فقط لعدم تواجه من الظلمين بلغتهم والذكاء والذكاء الاصطناعي وصل اليوم وربما قد يسهل علينا من توطين الانترنت في اللغات المختلفة المحلية بهكذا نحقق الاجتماعي شكرا أنيت أنريات آسف إن كنت مكبأ على شاشتي ولكن عندي مشكلة في الاتصال بالانترنت عندي سؤال من عمر فاروق عمر هل تريد أن تتناول الكلمة صوتا أو لا لا انقطع الاتصال بالانترنت على حسوبي مجددا هل لك أن تعطوه الكلمة عمر لك أن تقدم نفسك وأن تكون مجددا شكرا هل من سؤال آخر إنريتا استخدم المايكروفون وقرأي سؤالك أقول للتقنيين أن لا أستطيع أن أعطي الكلمة للمتحدثين عن بعض لأن حسوبي يفقد الاتصال بشكل متكرر هذا السؤال من طرف جودي باندي تقول ما هي الآليات التي ينبغي العمل عليها من أجل شمل جميع أصحاب الشأن في تلك الدول الأضاء التي ليس فيها اجتمال أو التي لا تريد أن تتعاون مع الأصوات النقادة شكراً شكراً عمر لازل موجوداً ولكن لا أستطيع أعطاه الكلمة شكراً لك إن ريت هل يمكن استمع لي سؤال آخر نايجو رهنتم مع خرخ أن عدد الذين سيأتون للميكروفون سيكون أكبر عندما سأكون أنا أموري الميسرة ساعدوني على ذلك لربح الرهان مرحباً أنا نايجو كازيمير من اتحاد الكاريبي اتصالت وهي منظمة حكومية دولية تتكون من عشرين دولة وأراضي في منطقة الكاريبي نحن دول جزرية نامية صغيرة وهذا المنظور الذي نريد أن نأتي به في نقاش وتفاض بشأن عهد الرقمي العالمي فهناك كثير من الناس الذين لا يعلمون نبتاتا وجود بوجود العهد الرقمي العالمي فهناك إذن حاجة في اجتمال كثير من الناس كما سمعناه أكثر من مرة ثلث العالم لا يصل إلى الانترنت في الوقت الراهن ولا سيما في بلداننا النامية وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية هل هناك مجهودات لإشراك أولئي الناس تأكد من سنتحدث عن ذلك في يوم الخميس ولكن في أعداد العهد ما هي المجهودات التي تتخذ من أجل إشراك هذا النوع النوع الدول وضمان مساهمتها في النقاش شكرا شكرا نايتجو ستيلا ممثل الشباب شكرا مرحبا اسمي ستيلا أنا كنتم مسؤولة عن مقترح يخص العهد في إطار نات mission.asia.asia إذن السؤال هل يمكن أن نواصل المشاركة بعد عمية الاستعراض وخاصة بعد تلقي مقترحين الأولي شكرا إيريك سؤالي يتعلق ب ما بعد ويسس 2005 الشعوب الأصلية كانت من بين المشاركين النشطين في العملية وأغلبية الاجتماعات حضرها ممثلون عن الشعوب الأصلية وكان هناك ممثل من حكومة كندا منهم على ما أتذكر لا أدري ممثلون وممثلون ممثلون لمنصة وعمر 17 سنة وأنا من أسر المشاركين في المناقشات الخاصة بالعهد الرقمي الدولي أعتقد وهذا هو سؤال أن العهد لا يتطرق بتفصيل المطلوب في الإجازة السياسية للقضايا التي أعد لها المؤسلون المشاركون أعتقد أن أول ما ينبغي أن يولى له الأهمية هو النفاد للتكنولوجية الرقمية ذات الجودة من طرف الشباب والوصول للإنترنت من طرف الشباب ثانيا وأعتقد أن العهد الرقمي العامي ينبغي أن يسهل في تطوير مسؤولية القطاع الخاصة كجهة لها دور هام جدا في العالم الرقمي من أجل حماية الحقوق ومصالح الأطفال والشباب شكرا تنتهي الأسئلة الآن أنا إيما جيبسون من تحالف أجل حقوق رقمية ونحن نعمل منذ سنوات من أجل ضمان حقوق الأنواع الجنسية والتوجهات الجنسية ونريد ونريد أن تضمن حقوقهم على الفضاء الرقمي من إطار من خلال العهد الرقمي العالمي وأن تضمن تلك الحقوق إن أردنا أن نضمن عالما عادلا على صعيد تنوع الجنساني يوم السبت أطلقنا سلسلة من المبادئ ونعتقد أن عهدا رقميا عالميا نسويا سيكون صالحا للجميع لأنه سيقوم على حقوق الإنسان قانون الحقوق الإنسان سيحمي الناس من أشكال التمييز المختلفة وسفي يحمي أيضا من العنف القائم على الانتماء الجنساني على الخط ومن مبادئها أيضا هو ضمان الوصول للإنترنت للجميع وتفادي المراقبة الضارة نريد توسيع المشاركة في قرارات السياسية ونريد تخفيض التأثير البيئي للتكنولوجيات والعهد ينبغي أن يضمن أيضا خصوصية البيانات وجودة البيانات بحفاظ على مبادئ الأخوارزميات وأخيرا هذا العاد ينبغي أن يضع ضمانات من أجل تفادي الحيازات التمييزية مجموعة المبادئ التي أطلقنا يوم السبت أطلقنا يوم السبت أحد الحكومات قالت أن المساوات من أنواع الجنسية والنسوية ينبغي أن تكون عمودا إضافيا في هذا العهد الرقمي العالمي ما رأيكم في ذلك شكرا شكرا وأعتذر عن مقاطعتك لكن الوقت المخصص لك قد انتهى وأرى من يقوم بكتابة ملاحظاته هل أنت ليز هل يمكن أن تقدمي نفسك نعم أنا اسمي ليز ريمبو من أفريقيا من ICT أفريقيا ونحن قمنا بتقديم بعض الأمور إلى ال اتفاق الرقمي العالمي ونحن هنا متواجدون في هذه القاعة أنا وبعض زملائي من هذه المنظمة نحن تشاركنا مع المنتدى في اثنين من المشاورات التي كانت تضم عددا من الأطراف المعنية وذلك لأن انعدام المساواة الرقمي هو أمر يهمنا وتحدثنا عنه من قبل ونحن نريد أن نضيف صوت الأشخاص الذين يشعرون بعدم المساواة والذين لا يحصلون على إمكانية النفاذ إلى التكنولوجيا لأنكم كما تعرفون فإن هناك فروق بالنسبة لنفاذ إلى التكنولوجيات وهذا أمر ينقسم بحسب النوع الاجتماعي والقضايا الاقتصادية والوضع الاقتصادية إلى آخره ونحن أردنا أن نتقدم بحل لهذا وهذا أمر يتعلق بالبيانات أو النفاذ إلى البيانات فإن قياس البيانات بشأن عدم المساواة الرقمية أمر يمكن أن يساعدنا في التعامل مع هذه المشكلة أيضا نود أن نتحدث عن القوة وعن الاعتماد على البيانات عندما يتعلق الأمر بموقف أفريقيا كيف نحصل على البيانات كيف نقوم بقياس الدخول أو النفاذ إلى البيانات حتى نأخذ في الاعتبار إن عدم المساواة هذا أنا اسمي ليزا هيفر أنا من الحكومة الهولندية إن الموجز السياساتي يتحدث عن عدة أمور ونحن هنا في كيوتو في هذا المبنى بالتحديد الذي وقع فيه اتفاق كيوتو ومن قبل ذلك تم التفاوض عليه هذه هي المرة الأولى التي نعمل فيها بصورة دولية من أجل أن تكون هناك أو كانت هذه المرة الأولى التي عمل فيها المجتمع الدولي من أجل الحصول على بيئة مستدامة وإن استهلاك الطاقة يستمر من أجل استخدام الإنترنت ويتصاعد من أجل أن نقوم بتوصيل كل الناس الذين يحتاجون إلى الاتصال بالإنترنت وأن يحصل على الإنترنت أسرع إلى آخره وإن السياسة المتعلقة بحماية البيئة لا تذكر استهلاك الإنترنت في هذا السياق فمن رأيي علينا أن نولي عناية أكبر لهذا الموضوع علينا أن نقلص من قدر الطاقة المستخدمة للوصول إلى الإنترنت شكرا والمساهمة الأخيرة مرحبا أنا منصق لحركة المشردين البرازيليين في قطاع التكنولوجيا ونحن من أكبر الحركات الإجتماعية عالميا في هذا المجال 30 ألف شخص نقوم بخدمتهم ونحن عملنا في إطار الاتفاق الرقمي العالمي وقمنا بتثقيف الجمهور بشأن المحو الأمية الرقمية وأيضا قمنا بوضع شبكات واي فاي في أفقر الأماكن في منطقنا أيضا قمنا بإعداد منصات أو منابر للحوار الديمقراطي والحوكمة وسؤالي يتعلق بجدوى الأعمال المنتدى يتعلق بالعمال وبالعمال في هذه الورقة السياستية في هذا الموجز فنحن نريد أن نقوم بتعزيز الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالنمو الاقتصادي ليس هدف حسب ولكن أيضا بالعمل اللائق كيف يمكن أن نضمن مشاركة العمال وال الاتحادات النقابية في هذا العمل جنات تفضلي مرحبا اسمي نرمين سليم أنا الأمين العام لاتحاد العربي للمبتكرين وأنا لدي سؤال لدي تعليق بالأحرى اسمحوا لي أن أقوم بإضافة هذه النظرة وجهة النظر هذه أعتقد أن إحدى أهداف الاتفاق الرقمي العالمي أن تكون الإنترنت بيئة رقمية آمنة للجميع وأعتقد أن علينا أن ندرك الأطفال في سن مبكرة لحمايتهم من الاستغلال أو الابتزاز الرقمي وانتهاكي خصوصياتهم لذا نحن كمجتمع مدني أو منظمة مجتمع مدني فنحن قمنا بالمساهمة في هذا الموضوع من خلال اعتماد مبادرة من أهدافها هي إعداد منهج للأمن الرقمي في المدارس وهل يوجد لديك سؤال للمتحدثين لا هذه وجهة نظر لكي أعطيكم فكرة عن العمل الذي نقوم به من أجل حماية الأطفال في البيئة الرقمية وذلك كجزء من أهداف الاتفاق الرقمية العالمية إذن أدعوكم إلى أن تأخذوا هذا المنهج في الاعتبار وذلك من أجل أن يوزع على عدد أكبر من المشاركين طبعا يمكن للجميع أن يتواصل معك بشأن هذا وأعتذر أننا لم نتمكن من أخذ المزيد من الأسئلة أعتقد أن لا يوجد لذين الوقت الكافي لكي تقوموا بالرد على جميع هذه الأسئلة ولكن أريد أن أعرف ما الذي سيحدث بعد عمليتي لاتفاق الرقمية العالمية أنا أريد منكم أن تقوموا بالرد على الأسئلة التي تلقيناها وأنا أيضا لدي سؤال لقد نظرنا إلى محتوى لاتفاق الرقمية العالمية ولكن هل أعطينا الاهتمام الكافي لمحتوى القمة قمة المستقبل هل نظرنا إلى المحتوى المقترح بصورة كافية أعتقد أن هناك بعض الفجوات في جوانب هذه القمة أعتقد أنه الدور قد وصل إلى أمن ديب يمكن أن نبدأ بك إذا نظرنا إلى المستقبل بعد عمليات الاتفاق الرقمية العالمية وآهليات الاستعراض ما الذي يمكن أن نقوم به هذه كانت مجموعة كبيرة من الأسئلة وسأحتاج إلى وقت طويل لكي أجيب عن كل هذه الأسئلة ولكن سأحاول أن نقسمها إلى ثلاث فئات أولا مجموعات مثلا نهتم بها بشكل خاص مثل الأطفال والدول الجزرية الصغيرة إن هناك الكثير من التواصل الذي دار بشأن هذه الموضوعات الشباب مثلا فنحن لدينا مبعوث للأمينة العام الأول المتحدة للشباب وأيضا نحن قمنا بإجراء بعض المشاورات وعمر مثلا الذي تحدث سابقا فهو مشارك ناشط فيما يتعلق بمشاركة الشباب في الجوانب المتعمقة من الاتفاق الرقمي العالمي هذه القضايا قضايا للسدامة والنوع الاجتماعي إذا نظرنا إلى هذه الموضوعات فسنجد أنها أيضا موجودة في الوثيقة وهناك عدد من هذه الأمور المتقاطعة الخاصة بالاستراتيجيات وأنا كنت سعيد يوم السبت عندما تحدثت مع إما وتحدثنا عن إدماج النوع الاجتماعي وأعتقد أنه علينا أن ننظر إلى عملية الاتفاق الرقمي العالمي وما الذي يحدث حولها في هذا العام فإن لجنة وضع المرأة في دورة السبعة والستين كانت فرصة رائعة للفريق لكي يناقش المسائل الرقمية والتكنولوجية وتمكننا من أن نحرز الكثير من التقدم هنا وهذا طبعا سيكون له آثار على عملية الاتفاق الرقمي العالمي وبالنسبة لهذا الجانب بعد الاتفاق الرقمي العالمي فعلينا أن نفكر في كيفية المضي قدما وأما أنا كما ذكرت من قبل في يحدوني الأمل أن عندما ننتقل إلى المستوى التالي نريد أن نرى كيف يمكن أن نضمن البقاء عند هذا المستوى وأن نعمل بصورة تشمل جميع الأطراف المعنية إن الأمين العام قام بإصدار المجز السياساتي والهدف منه هو أن يحفز النقاش والحوار عندما نواصل هذا العمل هذه نقطة هامة أنه علينا أن نجمع الجوانب المختلفة وأن نعمل بمعزل عن بعضنا البعض وأيضا أن نضمن وجود مساءلة هذه مسألة قد أثيرت من قبل مسألة حاسبة ومساءلة الحكومات أو القطاع الخاص بالنسبة لنوع المستقبل الرقمي الذي ننشده إذن هذا النقاش فعلا مثير للاهتمام وأيضا سيكون أيضا يمثل تحديا بعض الشيء لأن هذا جزء من العمل نحن لا يمكن أن نتوقف عند هذا الحد أو نرضى عما أنجزناه حتى الآن لأن الإنترنت تستمر في النمو وفي التطور وفي التحرك وتدفق البيانات أيضا تتغير أشكاله فنحن لا نريد أن نركز فقط على الجانب الأوروبي أو الأمريكي إلى آخره فإن هناك معظم تدفق البيانات يحدث في هذه الأماكن ولكن إذن كيف تتأقلم هذه النظم مع هذه التحديات مع وجود الذكاء الاصطناعي إلى آخره فعلينا إذن أن نضمن أن أي أطور نقوم بإنجازها أنها ستكون قادرة على التأقلم مع هذه الأمور وطبعا لدينا الاجتماع لويسس زائد عشرين هذا سيكون فرصة سانحة بالنسبة لنا لكي نجمع ما بين جميع الأطراف المعنية وأن نشرك الجميع في النقاش حتى نتمكن من أن نتعامل مع هذه التحديات بصورة آنية شكرا كانت هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى رد ولكن أريد منكم أن تتوخوا الإجاز في الرد فاليريا تفضلي بالنسبة للمتابعة وآليات المتابعة والاستعراض فأعتقد أن حقوق الإنسان يجب أن تكون جزء لا يتجزأ من هذا العمل وإن طبعا أي آلية يجب أن ترتبط بالعمليات القائمة مثل الاستعراض الدوري العالمي مثل أهدف التنمية المستدامة إلى آخره فإذن أي شيء نقوم بإنجازه عليه أن يأخذ في الاعتبار السكوك والأطر والأدوات المتاحة بالفعل وحتى نقوم بتنفيذ الاتفاق الرقمي العالمي فإننا نحتاج أيضا إلى آلية مالية وأيضا إلى تعزيز الالتزام بتطوير البنية التحتية الرقمية والمهارات التي تتطلبها مثل هذه البنية التحتية أيضا نحتاج إلى التزامات جديدة من المؤسسات المالية الدولية وأيضا علينا أن أخذ فيه الاعتبار المعارف الموجودة بالفعل بما فيها معارف السكان الأصليين أيضا مسألة الضرائب فرضي الضرائب على الشركات الكبيرة الإلكترونية وطبعا علينا أن نستمر في تقوية المنتدى منتدى حوكمة الإنترنت لأن هذا عبارة عن مركز يخدم جميع الأطراف المعنية ويشركها شكرا فاليريا رؤول أولا إن الاتفاق الرقمي العالمي ومستقبل قمة المستقبل هذه أمور يجب أن نتوخى الحرص بشأنها وأيضا يجب أن نحرص على أن نخلق بيروقراتيات جديدة إن الدول الصغيرة مثلا تواجه تعقيدات عندما يتعلق الأمر بالمشاركة هذا الأمر ينسحب على مشاركين آخرين إن جدول الأعمال منتدى حوكمة الإنترنت يتماشى تماما مع الأهداف الخاصة بالاتفاق الرقمي العالمي لذا علينا أن نعمل على تقوية منتدى حوكمة الإنترنت طبعا إنه يستمر في الارتقاء وفي التطور وإن الأمم المتحدة تؤدي دورا هاما في دعم المشاركة وتشجيع المشاركة من قبل الحكومات في الآليات متعدية الأطراف طبعا نريد أن ندفع الحكومات إلى أن تفعل المزيد إن القرارات التي تتخذ ستكون قرارات حكومية لذا علينا أن نساعد الحكومات على أن تقوم بزيادة الإشراف الحكومي على الحوكمة الرقمية ونحن نحتاج ليس فقط إلى الحكومات ولكن أيضا إلى المزيد من الأطراف المعنية فنريد إذن لجميع الأطراف المعنية أن تشارك بصورة كاملة لذلك علينا أن نشارك في هذه العملية نريد للجميع أن يتفاعل مع هذه العملية شكرا راول بيتانجا أعتقد أن هناك تقارب في وجهة النظر كان لدينا دورة أو جلسة بالأحراء عن إعلان مستقبل الإنترنت ونقشنا فيه قضايا مماثلة فمن الضرورية أن نولي العناية لحقوق الإنسان الخاصة بكل فرد وإذا تمكننا من أن ننظر إلى هذا التقارب في وجهات النظر فقد نتمكن من الرد على كل هذه الأسئلة التي ترحت شكرا جزيلا بول شكرا أنريت أنا استمعت إلى عدد من الأسئلة حول الإشراك واحتضان الجميع سواء كانوا من الأطراف المهمشين الأفراد أو المجتمعات أو الجزر الصغيرة أو الشباب المشردين الأطفال إلى آخره فإذا هذا الكثير من الإشراك الذي يجب أن يتم في إطار الاتفاق الرقمي العالمي إن هذه الأسئلة يمكن أن تطرح هنا في هذه القاعة ومن قبل أشخاص يهتمون بهذا الموضوع وهذا يوضح مدى قوة نموذج منتدى حكمة الإنترنت الذي يحدث هنا وحدث على مدار الثمانية عشر عاما الماضية طبعا ليس كامل الأوصاف ولكنه وفر المجال والإطار للنظر في عدد من الموضوعات ومن ضمنها الاتفاق الرقمي العالمي وأهداف وأعمال المتابعة والاستعراض إلى آخره نحن لدينا هنا هذا المجتمع متعدد الأطراف لا نحتاج إلى تكراره فهو موجود بالفعل يوروديغ قد طالب بتقوية المنتدى ونحن نتطلع إلى الفرصة لكي يثبت المنتدى قيمته وأهميته وأن يقوم بالعمل المنطبه فهذا هو المستقبل كما أود أن أراه وهو مجرد تغيير في بعض الأمور وليس استحداث أمور جديدة شكرا جزيلا بول أعتقد لدينا الوقت لثلاث مداخلات قصيرة من الحضور سواء كان الحضور افتراضي أو شخصي أرى أن جانت تريد أن تأخذ الكلمة مرة أخرى هل هناك أسئلة عبر الإنترنت لأن فقدت الاتصال بالإنترنت جانت هوفمان أنا أستاذة لسياسات الإنترنت من برلين في ألمانيا إحدى القضايا التي ناقشناها أو عفوا العديد من القضايا التي ناقشناها يغطيها المنتدى بالفعل لذا أنا أريد أن أضم صوتي لصوت بول ويلسون بشأن كيفية الربط ما بين المنتدى وما بين الاتفاق الرقمي العالمي فنحن تحدثنا كثيرا عن تجزئة الإنترنت ولكن أيضا يجب أن نأخذ في الاعتبار تجزئة حوكمة الإنترنت شكرا جانيت لدي متحدث تفضل أنا من جامبيا نحن في جامبيا عندما بدأنا عملية المشاورات الخاصة بالاتفاق الرقمي العالمي قمنا بإشراك جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومة وأنا أريد أن أعرف ما هو رأيكم في هذه العملية لأنه كان من الضروري بنسبة لنا أن نشرك الحكومة شكرا أنا اسمي لورا بيريرا أنا مندوبة الشباب من البرازيل كانت هناك بعض أوجه النقد في هذه الجلسة بشأن مسألة تعددية الأطراف وكما نعرف فنحن في مجتمع الإنترنت نجد أن نموذج تعددية الأطراف يجب أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وطبعا علينا أن نحدد الأولويات هل ممكن بالنسبة لنا أن نستخدم نموذج الاتفاق الرقمي العالمي وأن نستغل فرصة المنتدى من أجل أن نحين المعايير التي تسمح لنا فعلا بتحقيق تعددية الأطراف في هذه العملية شكراً أنا من ما هو سيناريو الفشل بالنسبة للاتفاق الرقمي العالمي وأيضاً ما هو الذي يمكن أن يصف بالنجاح بعد عامين من الآن مثلاً شكراً لدينا سؤال من أمريتا تعليق أنه يتفق مع باول أنه لا نحتاج إلى بيروقراطيات جديدة ولكن نحتاج أن نجدد اختصاصات المنتدى وأن ماذا عن آليات المساءلة نحن نتفق بشأن أمور كثيرة ولكن طبعاً التنفيذ في بعض الأحيان يفتقر إلى الكثير خاصة في الدول النامية فإن هذه الدول عليها أن تقوم ببناء قدراتها حتى تتمكن من تنفيذ هذا الاتفاق بصورة سالسة كيف سيمكن أن نساعدها في هذا الصدد شكراً على الإيجاز نحن علينا أن نعطي الفرصة لأمريات لكي تقوم بتلخيص هذا النقاش أبدأ ببول أعتقد أن الإنترنت تستحق الحصول على جائزة نوبل للعمل الرائع الذي أنجز عبرها أثناء جائحة كوفيد 19 أيضاً هذا أمر ساعد على بناء القدرات في أماكن مختلفة من العالم وتحديداً في مجال العلوم الطبية أعتقد أن هناك الكثير من القضايا غير الرقمية التي نحتاج إلى التعامل معها الآن في مجتمعاتنا من أجل خير البشرية فأنا كما قلت علينا أن نبني على الموجود لدينا بالفعل على الابتكارات الموجودة بالفعل فهذا هو ما نحتاج إليه الآن بيتانجا أعتقد أن لدينا فرصة سانحة من أجل أن نقوم بإعداد إطار لصناع السياسات والحكومات والأطراف المعنية الأخرى إن الوقت قد حان لأننا جميعا شهدنا أهمية ذلك أهمية الإنترنت لذا علينا أن نخلق مستقبلا حاضنا للجميع ويشمل الجميع نحتاج إلى مستقبل يمكن البرامج الابتكارات أيضا نحتاج إلى فرصة لكي نحقق ما نصب إليه في هذا الإطار أنا كنت من صناع السياسات واستفدت كثيرا من النقاش مع الأطراف المعنية من ضمنها المجتمع المدني ولكن في كثير من الأحيان فإن الحكومات تنحي المجتمع المدني جانبا شكرا إن كل صاحب من أصحاب المصلحة تقع على عاتقه مسؤولية في هذا الصدد وهناك أيضا مسؤولية كبيرة تتحملها الحكومات فيما يتعلق بخلق بيئة داعمة لبناء إنترنت أو نماذج إنمائية تشمل الجميع ومنصفة للجميع فإذن هذا من أجل تحقيق أثر إيجابية للتكنولوجيا على حياة كل الناس وهذه فرصة جيدة بالنسبة لنا أن نعمل على تحقيق ذلك إذن نحن نحتاج في هذه العملية إلى فرص أوسع لمشاركة مختلف أصحاب المصلحة من أجل أن تحقيق قمة المستقبل المرجو منها شكرا شكرا جزيلا راور شكرا أعتقد بأننا جميعا نعرف بأن نظام الحالي ترافقه يرافقه الظلم فأن هناك فأن السلطة محصورة بيد القليل نحن بحاجة إلى التزام سياسي ونحن بحاجة إلى تدابير ترافقها نحن بحاجة إلى نظام حوكمة يرسي أصص العدالة حتى يستفيد الجميع من الإنترنت وحتى يكون هناك حياة كريمة للجميع أن أي ترتيبات مؤسسية يجب تسهم في استمرار الوضع غير المتكافئ الحالي ونحن أيضا بحاجة إلى إنترنت منفتحة وآمنة للجميع أماندي تفضل أنا سامعت أحد المتحدثين يتناول مسألة المساءلة هذا أمر مهم جدا نحن بحاجة إلى تدابير من جانب جهات أكبر إن مستوى التدابير الحالي ليس ملائما نحن بحاجة إلى أن نرتفع إلى المستوى الأعلى نحن بحاجة إلى مساءلة ونحن بحاجة لمناقشة من قبل عدد أكبر من المشاركين راول تحدث عن الوفودة الصغيرة مئة وستين بلدا يجب ألا يذهب من أن تذهب من منتدى إلى آخر وبعد ذلك تتساءل ما هو رأي الحكومة في ذلك يجب أن يسر الأمور على الجميع عدد قليل من البلدان والمؤسسات يمكن أن تصرف الأموال التي تسمح لها بالمشاركة في كافة المنتديات ولذلك فنحن علينا أن نصد ثغرات كما جاء في سياسة الأمين العام ثغرات أساسية فيما يتعلق بالتضليل الإعلامي المقصود وغير المتعمد احترام حقوق الإنسان ومسائل حوكمة الإنترنت وبعدها الانتقال إلى مبادرات من أجل تعزيزها منذ البداية وذلك في منتدايات مثل منتدى حوكمة الإنترنت أسمح أن أتحدث فيما يتعلق بنجاح الإخفاق الإخفاق هو إذا لم نتمكن من استخدام كمة المستقبل من أجل زيادة مستوى الإنسجام وأن النجاح هو عكس ذلك وعلينا أن نرفع هذا التحدي شكرا أعتقد بأن مجتمعنا هو على مستوى التحديات شكرا على الإسهام بأفكاركم ونشكر أيضا الحضور على حضوره وأفكاره سواء بالحضور الشخصية أو عبر الإنترنت أريتا عندما نتحدث عن هذا الموضوع علينا أن نتوقف عن التساهل علينا أن نعزز مسألة المساءلة نحن بحاجة إلى نهج المتعدد الأصحاب المصلحة نحن أيضا بحاجة إلى التعاون دعونا نقوم بذلك بشكل فعال الآن فيما يتعلق بالمضمون فنحن نعرف بأن الاتفاق الرقمي العالم تناول هذه المسألة ورسيما فيما يتعلق بتطوير الإنترنت ونموها والحوكمة أعتقد بأن الاتفاق الرقمي العالمي وقمة المستقبل يتناولان هذا الموضوع إن منتدى حوكمة الإنترنت لديه أيضا دور يلعبه في هذا الصدد نحن نحن علينا أن نستلهم من وثيقة الختامية للكمه العالمية مجتمع المعلومات حيث أن على الحكومات أن تفرز بيئة مؤاتية للتطوير دعونا نبقي ذلك نصب عيوننا الأمر لا يتعلق فقط بالمواضيع التي نناقشها في إطار الاتفاق الرقمي العالمي ولكن أن نتوصل إلى بيئة مؤاتية تسمح برفع التحديات نشكر الجميع ونعتذر من المشاركين عبر الإنترنت إذا لم يتمكنوا من المشاركة بشكل كاف ونشكر بشكل خاص ألمعك الفرق الاستشاري لأصحاب المصلحة المتعددين على تنظيم هذه الجلسة وشكرا شكرا